اشتركوا في القناة بقول دايما ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اتجاوز ستنا خديجة وهي اكبر منه وسبق لها الجواز قبله واحنا بنقتدي به ونحاول نتعلم منه بس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما عمل كده كان بموافقة اهله واهلها والطرفين كانوا مباركين الجوازة وحضرهم ده اول مشكلة عندك يا عشق انهم يكونوا موافقين طب كنتي مستعجلة بتدوري على ايه على المشاعر اللي اتحرمتي منها هو كان الحاجة الحلوة اللي في حياتي بزا عليش ماني بقى احنا هنتكلم بصراحة وطلبتي رأيه هو حقك على فكرة بس الاستعجال ده عمل ايه ورطك في مشكلة تانية كان لازم تعرفي من الاول ان الجواز يعني قلب وعقل مش جواز وخلاص طب اول مرة غصبوني تاني مرة ايه لازم يكون فيه مشاعر وحب لازم يكون فيه تخطيط وحسابات انا شايفك في المستقبل عمل ازاي طب انا عايز اولاد يبقوا شبهه ولا لأ وان الواحدة لما بتتجوز بتتجوز باعلتها وعيلته ده اللي احنا بنعرفه متأخر قوي يا جماعة في الجوازات دي العيلة هي القوة والظهر والسند وقت الشدة ويا بك كمان بتكون ايه الحكم بين الطرفين وقت الخلاف مين هيقافله؟ مين كبيره؟ عشان كده المثل بيقول ايه؟ قبل ما تناسب حاسب وانتي ما حاسبتيش يا عشب كان كل همك انك تعودي فترة صعبة وطويلة من حياتك اتحرمتي فيها من الحب والحنان والعشرة الحلوة من غير ما تاخدي بالك ان التصرع ده ممكن يخليكي توجعي نفسك تاني وتتعذبي تاني انا مش عايز اجي عليكي ولا قصد يجي عليكي او ادايقك انا بس بفكر معاكي انتي متدايق ما فيك كفاية انا عارفة بس عشان نعرف نحالة صح نازم نفكر ونقيم الامور صح تعني نفكر مع بعض كده في اللي جاي بصوته عالي انا هفكر معاكي النهاردة وانتي متجوزة ومخلفة من جوزك التاني هيبقى أصعب كتير من انبارح لكن على الاقل لسه الموضوع في ايدك طيب قولي لي يا عيش لو زعلك وصدمتك خلوكي تسيبي جوزك بعد ما تحبس وخرج ندمان وعايز يفوق ويصلح من نفسه هتكون ايه شكل حياتك الجاية بعد ما تسيبيه وما حسبتياش تاني انه فيه عيال وفيه عيال تانية معاكي منه الطفلة عندها خمس سنين وطفلين من الاولاني طب انا معرفتش في رسالتك انتي علاقتك باهلك علاقتك عاملت اين نفعت رجعي لهم هينفعت عودي معاهم معرفتش كمان انتي بتشتغلي وقدرت شيني مسئولية وتصرفي على بيت ولا لا تصرفي على بنتك او بنتينك وابنك ولا لا بس حسيت انتي لسه متعلقة بيه بس مصدومة وموجوعة وده حقك طبعا بس نفكر تاني طب تفتكري لو سبتيه هترتاحي ولا هتتوجعي اكتر طب ايه رأيك لو علكتي صدمتك بانك تسامحي وبدل ما تتطلقي للمرة التانية وعيالك اكيد بيتظلموا في الطلاق ده صح تستغلي فرصة انه ندمان وعايز يفوق وتساعدي وتساعدي نفسك وبنتك ده هو اللي جاي برجله ده هو اللي اعترف لك طب ايه رأيك لو تخليه يحاول يصلح او يعتذر لمراته اللي سبها بسببك مع ان انتي ما كنتيش تعرف ما كنتش تعرفي بس يمكن لو انتي جبرت بخطرها ربنا يجبر بخطرك باللي جاي ده ده اكيد اقولك يمكن لو فكرتي كده يعني او يحاول انه يحسن علاقته بابنه وتبقى علاقة ولادك برضه بابوهم حلوة ربنا اكيد هيردها لك موالخير دايرة راجعلك راجعلك جربي كده تدي له فرصة تانية يا عشق ما تجربي هتخساري ايه انتي شخصيا كنتي محتاجها فرصة تانية وربنا ادي هالك وقلتي دا كان الحاجة الحلوة اللي في حياتي مش عيب ان الواحد يغلط كلنا منغلط العيب ان الواحد لما يغلط ما يعتذرش او يعتل او يكمل في الغلط هو جيه واعتذر مش عايز يكمل في الغلط ما تدي فرصة تانية لنفسك وليلي قدامك يعني ما تدي له فرصة ما تسمحي مش هقولك تعالي على نفسك تاني لونه التعب النفسي تعب لك جسمك يا حبيبتي بس هقولك حاولي لو قدر يعني انا حاسة ان انت رسلتك عتب بدلع يعني لسه فيه حتة كده فايه كل واحد فينا اللي حساباته واللي ينفع لي ممكن ما ينفعش اللي كيه عشان كده انا ما بسمعش كلام حد الا اهلي انا ممكن اكون بحاول انور لك حاجات جايز تكون مش باينة قدامك وعايز اقولك على حاجة قلت اهلك من شوية انا بسمعش كلام اللي اهلي انا لا عمري هقولك اصغر منك انا حتى لو اصغر منك بخمستاشر سنة انا لو ينفع اقول رائي وانا بستنى الفقرة الاخيرة دي عشان اقول رائي لو لو حد ممكن يسمعه او الاهالي ممكن تبقى ارحم شوية معنا لا ان انا اتجاوز واحد اصغر مني عادي مع ان انا كده هتحصل بس اهلي ما وفقوش ما رديوش يعني قال ليه ان انتي هتظلمي وتظلمي نفسك انا سمعتك كلام يعيش ومش بقول ان ده صح بس انا رضاهم عندي بالدني واللي قلتيه بردو انه ماينفعش اهله مايبقوش راضين بيكي او موافقين عليكي ماينفعش انا كنت حتى بتفرج على فيديو لمصطفى حسني انا بحب كلامه جدا كان بيقول انه اوعيت عملي في نفسك كده اوعيت عملي في نفسك كده ده بالعكس ده هو يعني القلوب بتتغير ومشاعر بتتغير وممكن تزهقوا من بعض ممكن تتضيقوا من بعض مش هلاقي غير مامته اللي بتطبطب علي وتقول لي معلش وتدي لي نصايح ازاي تتعامل معاه مش هلاقي غير بابا اللي واقف له ويقول له انا مش هاردة انك تعمل حاجة غلط ودي ما تستهيلش منك حاجة وحش هو ده اللي انا مستنيه وطالما اهلوا بقوا كويسين خلاص صلاحي العلاقة هو عدنا واحدة والتاني على السن وما سن ما بتفرقش انا مش مقتنعة انه في فرق السن والكلام ده هي بتبقى يعني طبع في رجالة لو انت فرق بينكو حتى عشر سنين هيجي يقولك لا انا حاسة ان انت كبرتي وفي رجالة تانية يبقى قاعد تحت رجليكي من كتر ما بيحبك ويطبطب عليكي وهو اللي يشيلك يعني بتقولي انا عايزة ده اللي يدفني بجد هي ملهاش دعوة لاب سن ولا ان هو كان متجاوز ممكن يكون ما كانش عايز يوجعك يا عيش مش عايز يقولها لك ممكن يكون كان بيعملك كده رضى الاهل وفعلا وحتى انت زعلانة وانت بتحكي على ايامه في السجن بتقولي ايه بتقولي ده كان اوحش ايام في حياته يعني صعبانة عليكي صح ندي فرصة تانية وتالتة وعشرة ده احنا شفنا الاسوة والزول والضرب وكنا مستحملين نيجي لللي يعترف لنا نفرمه نيجي عليه خصوصا ان هو كمان بيقولك انا توبت وخلاص ولا حصل حصل ما تحاولي تنسي وتتناسي وتبستي تبستي بس يعني تخليش حد يخرب عليكي حياتك ولا يقولك كلام مالوش لازمة ولا يقولك انا انا عندي دايما نرجع ودايما نكمل طالما ما فيش ضرب او زل او اهانة وهستنى منك رسالة جديدة تطمنين فيها عملت ايه وهستنى من كل اللي تفرجوا علينا وسمعوا قصة عشاء يبعتلنا على فيسبوك وتويتر وإنستجرام وواتساب كمان يقولوا لنا لو كانوا عايشوا نفس الأحداث لو كان نفسه يتجاوز واحدة أكبر منه ومعرفش او كنتي عايزة تتجاوزيه واهله ما وافقوش عايزة اسمع عايزة اقرأ كل الكومنتز وكل القصص اللي تبعتوها نتقابل في حلقة جديدة وقصة تانية بابطال تانين في قصة حقيقية باي باي اشتركوا في القناة